بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي بيتم تبريد ملاعب كأس العالم في قطر 2022 إحنا كمهندسين عايزين نعرف إزاي يتم تبريد ملعب في الصحراء يا شباب إزاي يتم تبريد ملعب في الصحراء من أول ما استضافت قطر نهايات كأس العالم وفازت قطر بأن مباريات كأس العالم هتبقى عندها كان كل الناس تساؤلتها إزاي هنوفر درجة الحرارة المناسبة تمام لللاعبين والمشجعين إزاي الأماكن الحارة دي أو الأجواء الحارة دي نقدر نوفر ملعب مناسب للمشجعين واللاعبين إزاي نقدر نصمم الملعب بحيث ممكن يكون درجة حرارته مناسبة على مدار العام كاملا في كل الأشهر المشكلة والتحدي الكبير إن أنا أزبط درجة الحرارة وزبط الرطوبة تمام فتعالوا نشوف دلوقتي ملعب الجنوب ملعب الجنوب من أجمل الملاعب اللي تصممت في قطر 20-22 ده الشكل اللي قدامنا ملعب الجنوب عايزين نشوف شكل ملعب الجنوب والتصميم بتاعه تم إزاي عشان نوفر درجة حرارة ملأمة ورطوبة ملأمة لللاعبين والمشجعين الشكل من بره كمعماري خرافة أنا اللي يهمني دلوقتي التبريد لو أنت شايف السطح الخارجي كله أبيض بيبقى عاكس لدرجات الحرارة تمام؟ وهنشوف دلوقتي اتجاه التبريد ماشي إزاي داخل هذا الملعب يبقى أنا دلوقتي همشي في الملعب وشوف حركة الهوى المتضفق داخل الملعب تمام؟ وإزاي بيتم عملية التبريد يبقى اللي قدامنا ده ملعب الجنوب في قطر وده أحد الملاعب التمانية اللي هتستضيف مباريات كأس العالم 20-22 في قطر تعالوا نبدأ نشوف التقس في قطر دايما أو غالبا بيكون حار ورطب المشكلة في الحرارة والرطوبة الرياح الدافية يا شباب بتهب من ناحية البحر بتيجي عبر الدولة الخليجية الصغيرة هنشوف اتجاهها دلوقتي أهو نمشي كده واحدة واحدة شايف من اليسار من اليسار بقى الأسهم الحمراء اللي انت شايفها دي تمام؟ ده اتجاه اتجاه الرياح الدافئة بتيجي من اليسار لليمين يبقى التحدي الأول ابقى الهوى الساخن برا تمام؟ في حالة ملعب الجنوب التحدي الأول إن أنا أخلي الهوى السخن برا وبالتالي صممنا السقف بتاع ملعب الجنوب عشان يتم توجيه تدفق الهوى حول وفوق فتحة التهوية اللي هي في النص دي تمام؟ وتم تصميم لونه باللون الفاتح عشان يعكس أشعة الشمس وحرارتها يبقى أنت لو موجود دلوقتي في قطر وبتشوف المباريات اللي هتحصل في كأس الجنوب يبقى أنت تأخذ بالك إن التصميم ده معمول بابتكار عالي جدا وبفكرة عالي جدا من ناحية التبريد إن الهوى السخن بييجي من الجنوب الأسهم الحمرة اللي قدامك دي فتعملت بحيث يبقى الهوى السخن ده بر تمام؟ ويبقى اللون فاتح عشان يعكس أشعة الشمس وحرارتها طيب وبعدين لو دخلنا بقى جوة الملعب شايف تصميم الملعب خطير إزاي؟ أنا اللي همني بقى كمهندس تبريد عايز أحافظ على البرودة في أرض الملعب وفين تاني؟ في المدرجات يبقى أنا مهم جدا أحافظ على البرودة في أرض الملعب وفي المدرجات تمام؟ تعالا نبدأ نشوف هنعمل القصة دي إزاي؟ يا شباب الملعب ده السعة بتاعته أربعين ألف متفرج يعني فيه أربعين ألف شخص هيكون موجود داخل الملعب كل واحد من الناس دي مصدر للحرارة والرطوبة طيب أربعين ألف أربعين ألف داخل المدرج يبقى المزيج الخانق بين درجة حرارة الجو في قطر والدفء المنبعث من داخل الملعب يتطلب نظام تبريد فعلا أنت لو هتشوف أربعين ألف واحد تمام؟ داخل الملعب ودرجة الحرارة عالية والرطوبة عالية هيبقى فيه مزيج خانق في الجو إزاي بقى نقدر بالتكنولوجيا الحديثة نتغلب على هذا الموضوع طيب بيتم تبريد منطقة المشجعين في المدرجات عبر فتحات تهوية مسبتة أسفل كل مقعد لو أنت بصيت في الصورة هنا المقاعد بتحت المشجعين هتقول لي فتحات التكييف بتطلع من فين تحت هيه في الصورة اللي مدورة على اليمين يا شباب أنت وقاعد على الكرسي في الملعب بتاع الجنوب في قطر هتلاقي فتحات التبريد من تحت أسفل كراسي المشجعين هتلاقي فتحات التبريد بيحصل إيه؟ بيطلع الهوى زي ما احنا شايفين كده من فتحات التبريد اللي تحت الكراسي تمام؟ كأنها بتعمل رش للهوى كأنها بتعمل عمل الرش أو المرشات للهوى وبالتالي بتسمح للهوى بالانتشار والإحاطة بمين؟ بالمتفرجين يعني كل متفرج هو قاعد تمام؟ هيلاقي هوى طالع من تحت الكرسي وده مهم جدا وبيكون تدفق الهوى لطيف مش مركز في اتجاه واحد عشان ما يحسش الناس بكمية الهوى اللي طالع يبه مهم جدا إن أنا أعمل فتحات التبريد تمام؟ بحيث يبقى الهوى موزع تمام؟ ده اللي هيتوفر للجمهور طيب أرض الملعب أرض الملعب يا شباب واللعيبة هبرض لهم إزاي؟ تمام؟ خلي بالك اللعيبة دول بيجروا أكتر من عشرة كيلو متر خلال المباراة تخيل واحد بيجري عشرة كيلو في المباراة الوحدة وبيفقدوا تقريبا ما يقرب من ثلاث لترات من العرب يعني هو بيمشي تقريبا عشرة كيلو متر بيفقد ثلاث لترات من العرب وبالتالي هو محتاج جدا يحافظ على درجة البرودة والرطوبة بتاعت جسمه مهم جدا إن أنا أحافظ على برودة أجسام اللعيبة ورطوبتها وده كلام مهم جدا ده اللي هنشتغل عليه بقى لو أنت شايف في الصورة أهو بدأ يقولك والله اللعيبة بيمشي تقريبا عشرة كيلو اللاعب وبيفقد من جسمه ثلاث لترات عرق وبالتالي محتاج إن أنا أبرد له جسمه يبقى في ظل البيئة الرطبة في قطر المحاطة بمياه الخليج يصعب أن يتبخر العرق من الصعب إن أنا أبخر العرق ويمكن أن ترتفع حرارة الجسم بشدة تمام وبالتالي ده بيولد حالة إجهاد يبقى أنا لو ما قدرتش أخلي عملية العرق دي تتبخر هيحصل أو هيحدث إجهاد شديد للعيبة طيب في المباريات يا شباب هنحل القصة دي إزاي هنخلي في عندنا فوهات كبيرة تمام من الهوى البارد داخل الملعب علشان تعمل إيه للمساعدة على تكوين طبقة بردة فوق أرض الملعب يبقى أنت شفت المتفرجين بيبقى التبريد تحت الكورسي أما عشان أبرد أرضية الملعب التبريد بيتم من خلال فوهات كبيرة اللي احنا شايفينها في الصورة دي عشان أعمل طبقة بردة فوق أرض الملعب وده مهم جدا جدا طبعا التكنولوجيا دي خبير التكييف الدكتور سعد عبدالغني هو اللي طور النظام وعمل فتحات التكييف باتجاهات وكيفية معينة تخلي الهوى تمام أن هو ما يتعرضش لللاعبين للتار الهوى البارد بشكل مباشر زي ما احنا شايفين كده بيطلع لفوق تمام ويتوزع أنا مش عايز الهوى يخبط في جسم اللعيبة هو بيعمله توزيع وتسلل للهوى بطريقة تمنع تعرض اللعيبة للتار الهوى البارد بشكل مباشر والنتيجة بتكون إن أنا بكون فقعات من الهوى البارد داخل الملعب لا يزيد ارتفاحة عن مترين على الأرض الملعب أو في المدرجات تمام وده بيكون بدل من إطلاق التيار من الهوى البارد تمام في الصحراء طب إيه اللي بيحصل لما أنا بعمل الفقعات دي تمام شايف أنت الأسهم الحمرة دي والأسهم البيضة اللي بتدخل تمام حين يسخن الهوى مرة أخرى تمتصه مراوح شفط مسبتة في منطقة الطبقة الوسطى يبقى هو راح عامل مراوح شفط في منطقة الطبقة الوسطى تمام عشان لما الهوى يسخن بتمتصه المراوح تمام وبعد كده بتشتغل تقنية إعادة أو هيتم عملية تنقية وإعادة تبريده وضخه مجدداً للملعب عشان يكمل الدورة الكاملة بتاعته يبقى في الأول لما يسخن الهوى بتنتصه مراوح الشفط المسبتة في المنطقة الوسطى وبعدين تمام فيه التنقية وإعادة التبريد بتضخ الهوى تاني عشان يكمل الدورة بتاعته طيب إزاي بيتم تبريد الهوى للحفاظ على جو مريح داخل الملعب بيبرد الهوى الساخن بعد تمريره خلينا نبص كده هنمرر الهوى الساخن تمام عبر أنابيب مملوئة بالماء المبرد في مبادلات حرارية موجودة في كل ركن من أركان الملعب يبقى خلي بالك الهوى السخن هيبرد إزاي همرره على أنابيب مليانة بالماء المبرد بتدخل على المبدلات الحرارية والمبدلات الحرارية دي حطيناها فين؟ في كل ركن من أركان الملعب زي ما احنا شايفين كده ولما امتص الماء البارد الحرارة يتم ضخه داخل خزان ضخم اللي احنا شايفينه في اليسار ده بيصل سعته إلى 40 ألف لتر موضوع على مسافة 3 كيلو متر من الملعب حيث يعاد تبريده ليكون جاهز للمباراة اليوم التالي يبقى خلي بالك فيه خزان ضخم سعة 40 ألف لتر موجود في اليسارة هو بيكون على مسافة 3 كيلو متر من الملعب الكلام ده مهم جدا يا شباب تكنولوجيا مهمة جدا في تبريد الملعب هقدر استخدمه بعد كده عشان يبرد الملعب فيه اليوم التالي كامل النظام ده بقى الجديد بيتغزى من محط الطاقة شمسية المحطة دي انشأت على بعد 80 كيلو من العاصمة القطرية الدوحة يبقى خلي بالك الكهرباء اللي بيتغزي الأنظمة بتاعت التبريد renewable energy أو solar energy محطة طاقة شمسية مهم جدا الكلام ده تمام طبعا التقنية دي اللي احنا شرحناها تفضل بتنفيذها وتطويرها الدكتور سعود عبدالغني وابتكر وأشرف على تنفيذ النظام تمام بالكامل وإحنا دايما بنشكر أهل العلم والعلماء في تطوير هذه الأنظمة والفيديو النهاردة بتاعنا كان مهم جدا عن ملعب الجنوب وإزاي بيتم تبريده تمام والملعب مهم جدا من أحد التمن ملاعب اللي هيتم إقامة مباريات كأس العالم قطر 20-22 الملعب ده شباب ملعب الجنوب شوفنا إزاي بيتم عملية تبريد هذا الملعب وشوفكم في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته